1-2-3 هي أجواء نتمنى أن تستمر بعد غيمة سوداء عكرت صفو الجزائريين بثلفية نظيفة وهي أجواء نتمنى أن تعطي دفعاً كمان للتشكيلة الخضراء لإيجاد طريق الدور الثاني بسلام بعد عودة نغمة الفوز إليها نتمنى أن تتمنى أن تستمر بعد غيمة صفو الجزائريين سنبتج 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 قناة MBC وصد الملاعب ترد مع محاية الصحراء ليلة أمس ونقلوا لكم الجانب الذي لا يحتاج لا لكتابة ولا لتحليل ولا لانتقاد فالصورة على طبيعتها موسيقى 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 هل تبعو؟ هل تبعو؟ أحب أن... أحب أن... أحب أن... أحب أن... هل تبعو؟ ما هي المسؤولة؟ لا، لم أعطانا، لم تكن في نهاية كيف ستعطان؟ أفضل، بعد ذلك ألافناك ضلت الطريق ورجعت بعزيمة كبيرة وأمنية أكبر هي تحقيق الأهم ألافناك ضلت الطريق ورجعت بعزيمة كبيرة الظروف المقابلة كانت أفضل وبينه حتى من ناحية تاكتيكية تسير مقابلة يعني لعبوا بصفة جماعية في الدعوة في وجوم نظن هذا هو الشيء الممتاز الفريق عنده طاقة هائلة طاقة مدخرة هائلة ثانيا فريق يعني نسيجة من تاعه رفيتة زايد ثالثا يعني ينبلي هالفريق قدر على رفع التحديات والدليل على هذا هو أن المقابلة اللي يعني قدها بنجاح قد الفريق المالي قولي هذا المتفاعل خير من شبال مشاء الله المستقبل راديا صلاح صدى الملعب أعتقد هذا التقرير